في الحقيقة أنا عايزة أقول لك على حاجة مهمة جداً فيه تلات أحلام عن المتوفين مجرد ما بتحكم لأي حد يقول لك اسقطوس ما تحكيهاش لحد ووعك أنك أنت تحكيه لحد لأنك لو حكيتها لحد هتجع في مصيبة وحتجع في ابتلاء وده طبعاً من الجهل يا عزيزي الكريم فتعالا معايا كده أقول لك الأحلام ديت وأقول لك البشرات الطيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها لك تعرف أن ابن القيم بيذكر أن في بعض الأحاديث اللي في السنة بتدل على أن الأموات بيستبشروا بأعمال الأحياء وأن كل شيء أنت بتعمله يعني سبحان الله بيعرفوا الأموات وده طبعاً ورط في كتب كثيرة جداً تقدر أنك أنت ترجع ليها فالميد بيشعر بيك وبيحس بالحياة اللي أنت عيشها عشان كده بيجي لك في زيارة إما أنه بيحذرك وإما أنه بيبشرك إما أنه بيقول لك أنك أنت في وضع خير في حياتك وإما أنه بيقول لك امتبه حتى لا تقع في ما يغضب الله جل وعلا فتهوى فقد قال الله عز وجل ومن يحلل عليه وضع بي فقد هوى إيه هي الرؤى دية عايزك تركز معي أول رؤية يا أخي الكريم أنك أنت تشوف في منامك أن في طعام موجود قدامك والطعام ده أنت بتاكل منه وفي ميت بيأكل معك من هذا الطعام بعض الناس يقول لك مجرد ما تشوف أن الميت بيأكل معك فتعرف أن دي أموال هتفتقطها وتعرف أن دي أخصار في حياتك وتعرف أن الميت ربما ياخدك معه كمان لأنك أنت أكلت مع الميت تبقى حتموت لا بالعكس الرؤية دي تدل على أن هذا الميت ممكن يكون أبوك أو أمك أو حد عزيز عليك الحد ده بيقول لك ما تنسنيش من إطعام المساكين فعشان كده هو أكل معك فمعناته أنك أنت تطعم مساكين لأنك أنت لو أطعمت مساكين ربما أن الأشياء يتوصله فيشكرها الله عز وجل لك فيغفر لهذا الميت ويغفر لك فالله أكرم منك ومنه ويعرف أن الميت لما بيجي لك في منامك بيطلب منك شفاعة لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه فإيه المكانة العظيمة الراقية اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بها حتى أنك أنت يعني يزورك الميت عشان تشفى عليه في الدار الآخرة فلما تشوف أي رؤية من الرؤية اللي أنا حقولها لك ديت زي أن الميت بيأخذ منك لبس أو بيطلب منك لبس أو عريان ومحتاج أنك أنت تكسي فاعرف أن هذا الميت محتاج أنك أنت تشفى عليه عند الله جل وعلا فاشفع بقى يا بطل بكساء مسكين بأنك أنت تعمل صدقة جارية لهذا الميت وتقول يا ربنا وهبتها للميت ده وطالب منك يا كريم أنك أنت تغفر له ربما أنك أنت تكون سبب فإن ربنا سبحانه وتعالى يكفر جميع الزنوب وخطايا هذا الميت فالله عز وجل أكرم منك أما عن الرؤية الثالثة عن الميت وممكن أنك أنت تشوف أن هي يعني سيئة أنك أنت تشوف الميت ماشي معك في طريق وينقطع الطريق بيكم أنتو الاثنين أنا عايز أقول لك أن الميت لما يمشي معك في طريق فإنك أنت بتسير على نفس خطأ هذا الميت وبتسير على الخطوات اللي كان بيعمل فيها أعمال خير لله جل وعلا فتزود بقى يا بطل من أعمال الخير شوف إيه الأعمال اللي كان بيعملها من أعمال البر وتقرب بها لله جل وعلا لربما أنك أنت تشوف شخص صالح زي مثلا عالم من العلماء أو لربما أنك أنت تشوف نفسك ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فربنا بيبشرك أن روحك ارتقت إلى الملأ الأعلى حتى إن هي لما ارتقت وصلت لدرجة عالية جدا عارفت درجة ديت هي إيه؟ أن هي التسقت وتجاورت مع أرواح الصالحين وأرواح النبيين فإن تتعرف أنك أنت بالطيع الله جل وعلا فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تزود يا عبد من الأعمال الصالحة فقد قال الله جل وعلا في كتاب الكريم ومن يطع الله والرسول فأوليك مع الذين أنعم الله عليهم أول ما تسمع كلمة أنعم الله عليهم لازم تتدبر منهم للذين ربنا أنعم عليهم أنت بتقول في الفتحة إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم تعرف منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله والله هو واسع عليم فلما تشوف نفسك أنك أنت ماشي مع شخص ميت والميت ذكا صالح فاعلم أن الله عز وجل شملك بهذا الفضل فتشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى أخبرنا في التعليقات يا أخي الكريم هل رأيت هذه الرؤية في منامك وحدث ما قلته لك من أعمال الخير والرزق والفلاح؟ شاركها لغيرك فالدال على الخير كفاعله دوس لايك وعمل مشاركة واشترك عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من تفسير الأحلام دمتم فدي في أمان الله بكم واتبت حياتنا يوسف أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته